طيب بكرة المباراة أقرب للفتح واللهلال من وجهة نظر نحن نمشي على المعطيات وعلى الورق نحن كمحللين نمشي على المعطيات والأداء اللي قدموه الفريقين في السابق نعم في قسم الأول يمكن كان فتح أعتقد ست لعبين عندهم كورونا قدموا مباراة كبيرة فيه ظروف استثنائية مرات مثل الطرد لم ينطرد من كلام يعطي حافز يعطي حافز أكثر فالآن ظروف مغايرة أعتقد الهلال يمكن التوقف ملي صالحة لأنه كان مستمر في سلسل كان فور ما حلوى وصار الأمر بيده مثل ما تذكره الإخوان اليوم بنايف قال الهلال بيده صح الخوف من الهلال من الهلال نعم ولكن هذه فرصة للكل حتى الفريق اللي ما كان مستعد واللي كان مستعد هذه مباراة في داخل أرضية المال أنا أشوف اللاعبين الموجودين يمكن بعد غياب مرادباتنا وبين دبكة أعتقد ضربة قوية للفتح في الناحية الهجومية فأكيد رح يستغل الهلال الهلال يمكن أفضل فريق من 16 فريق اللي يلعب اللعب المثمر تبي لعب مركب تبي استحواذ المتطور الانتشار التنظيم كلها موجودة في الهلال وأعتقد حتى التشكيلة عنده لعبين مناسبين تشكيلة اللي فاتت لعب مع مباراة الاتحاد في طريقة 4-2-3-1 ومباراة الأخيرة مع أبها لعب فيه 4-1-4-1 مع تغيير ثلاث لعبين يعني معنات الهلال عنده أكثر من لاعب يلعب فيه حسب ظروف المباراة شكرا شكرا شكرا